أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وإن تنشئت يا رب العالمين تنجعله صالة الله إن شاء الله نحل امتحانات الصف الثاني الإعدادي في مدة الجبر للفصل الدراسي الأول العام 19-20 آخر الترم الأول في هذا الامتحان وهو امتحان القاهرة إدارة المعصارة توجيه رضيات بيقول اختاري الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المقطعة المدى لمدموعة القيم طبعا نحن عارفين أن المدى هو الفرق ما بين أعلى قيمة وأقل قيمة أقل قيمة عندي 2 وأعلى قيمة 19 يبقى المدى هو قيمة 19-2 بتساوي 17 العدد التالي في النمط جزر 3 و 12 جزر 27 جزر 48 هتلاحظ أني الـ 12 عبارة عن 3 في 4 تطلع عن 4 برا الجزر تبقى بـ 2 جزر 3 27 دي عبارة عن 3 في 9 والـ 9 تطلع بـ 3 ويبقى باقي تحت الجزر جزري 3 28 برضو هتلاقيها 4 جزر 3 اللي هي 16 في 3 بعد كده 5 يبقى العدد اللي بعد كده هايبقى خمسة تدخل جوا بـ 25 تضربه فيه 3 اللي هي يعني 5 جزر 3 هتبقى الجزر كام 3 في 25 بـ 75 يبقى أنت بتحول اللي أبسط صورة عشان تعرف تعمل النمط بتاعك إذا كانت ألف على بق إذا كان ألف و 1 على ألف وألف على جزر 5 عددين حقيقيين يقعان بين الصفر والواحد بين مين صفر و 1 يعني حيكونوا أصغر من الواحد وأكبر من الصفر فيبقى ألف بكام طيب إنت لو إنت أخدت الألف هنا لازم تكون الألف أقل من الواحد الألف تكون إيه أقل من الواحد الكاسر ده أقل من الواحد فيبقى واحد على أي حاجة من دول ممكن تمشي على جزر 5 طيب أنا لو أخدت هنا جزر 5 جزر 5 على جزر 5 حيديني واحد يبقى جزر 5 ده لا لو خدت سالب حيديني هنا عادات سالب يبقى سالب لا طب إذا خدت واحد هيبقى واحد على واحد يبقى الواحد لا تمام هي هيبقى دي واحد أنا مش عايز له واحد ولا صفر يبقى ناخد اتنين آه تبقى دي نص طب هي حققات هنا نص يبقى دي أقل من الواحد وأكبر من الصفر أما دي كانت أقل من الصفر طيب هنا النص حيدخل الاربعة الاتنين دي الاتنين هتبقى اتنين على جزر 5 طب أنا عايز عرفي القيمة دي أكبر من الواحد ولا تسويه الاتنين هتدخل تحت الجزر تبقى جزر اربعة يبقى الالف دي هيبقى جزر كام اربعة اللي هي بالاتنين على جزر 5 ودول أقل من الواحد يبقى فعلا العدد اللي هينفع معي اللي هو الاتنين أنا انتقل بعد كده في السؤال الرابع والخامس وبقية السؤال ده اللي هو الأول إذا كان المنوال لمجموعة القيم خمسة تسعة خمسة سين سالي باثنين وتسعة هو التسعة المنوال كام تسعة يبقى أنا عايز القيمة دي تبقى بكام بتسعة يبقى هتبقى حيداشر ناقص اتنين بيساوي تسعة لأن المنوال عند تسعة لازم تكون القيمة الأكثر شيوعا هي التسعة وبالتالي السين هيساوي كام حيداشر يبقى السين تساوي حيداشر عشان نشيل منها اتنين تديني تسعة بدأ السين إذا كانت النقطة تلاتة كاف وأتنين كاف تقع المستقيم دا تقع ليه ؟ يعني اشيل السين واحط مكانها 3 كاف ناقص تلاتة في اتنين كاف شلنا الصد وحطنا اتنين كاف وشلنا السين وحطنا تلاتة كاف بتساوي تسعة تلاتة كاف ناقص ستة كاف في بعد تدي كام ناقص ثلاثة كاف لان اتنين في ثلاثة بستة ودي ثلاثة بتساوي تسعة هنقسم بقى على سالب ثلاثة تصبح كاف بتساوي تسعة على سالب ثلاثة بسالب ثلاثة اذا كان في مية جرام من الاطعمة يوجد تلتمية سعر حراري فان عدد سعرات الموجودة الحرارية في ثلاثين جرام من الطعام نفسه يساوي كم طيب انا عندي كم جرام مية فيهم كم مية بتساوي المية جرام في كم سعر فيهم ثلاثة مية طيب الثلاثين بقول فان عدد الصعرات هنا على ثلاثين يبقى عاوزين كم جرام نقول سين يبقى نمية جرام فيهم ثلاثة مية طيب ثلاثين سعر فان عدد سعرات اللي هما ثلاثين سعر يجب السعرات على السعرات بتساوي الجرامات على الجرامات وممكن تختصر بقى بسط مع بسط او مقام مع مقام بسط على المية فالواحد على المية فالثلاثة على الثلاثة فالواحد على الثلاثين فالعشرة وبعد كده اضرب وسطين في طرفين يبقى السين فيه واحد بالسين بتساوي عشرة في واحد بعشرة تمام كده يبقى اذا انا عايز كم سعر عشان يديني ثلاثين جرام عشرة عشرة سعرات يبقى فيه عندي كم جرام كم جرام يديني ثلاثين سعر عشرة جرام ميت جرام بيدي على سين صور ميت جرام على سين جرام تلتميت صور على دي تلاثين جرام فبقول افام عدد السعرات في تلاثين جرام عدد السعرات في تلاتين جرام هيبقى يقولنا ميت جرام على تلاتين جرام بتساوي تلتميت صور على سين صور وبقول لك فما عدد السعرات يبقى اذا برضو بنختصر بنفس الاسلوب عالمية فالواحد عالمية فالتلاتة اضرب تلاتة في تلاتين واحد في السين يبقى السين بتساوي تلاتة في تلاتين بتسعين صور يبقى اذا التلاتين سعر. نشوف سؤال بعد كده. اكمل مكان النقاط الاجابة الصحيحة. امتحان القاهرة ده امتحان ممتاز في افكار جميلة ارجو الاهتمام به. ممتاز في افكار جميلة. هنا مثلا بقولك ان المجموعة اللي فات 2 و 5 و 7 فرق الفترة المفتوحة. النصف المفتوحة 2 و 7. احنا قلنا لما باجي اعمل فرق بين مجموعات. هذه مجموعة عبارة عن مجموعة الفترة دي. بشيل العناصر اللي موجودة في المجموعة التانية و موجودة في المجموعة الاولى واكتب باقة العناصر. طيب. انا عندي السبع هنا مغلقة. يعني السبع موجودة هنا و موجودة هنا يبقى اشيل السبع. اللي اتنين موجودة هنا. ما هيش موجودة هنا. الاتنين ما هيش موجودة هنا. يبقى تسيب الاتنين. طيب الفترة دي ما بين الاتنين والخمسة والسبعة فيه خمسة. الخمسة موجودة داخل الفترة. يبقى برضو بشيل الخمسة. يبقى الناتج هيديني ايه? العنصر اتنين بس. تمام كده عارفنا زي بنعمل الفرق. طيب. السؤال الثاني اذا كان الوسط الحسابي لستة قيم هو السبعة. الوسط الحساب يساوي مجموع القيم على عدد القيم. فان مجموع هذه القيم يساوي كام? يبقى انا عايز الوسط. الوسط يساوي مجموع القيم على العدد. من القاعدة دي اشتغل. بوليس كان الوسط لحسابي ستة كم عدد? ستة عدد. يبقى العدد بستة نو. يبقى دية نو. هو سبعة. ده الوسيط. الوسيط بساوي سبعة. الوسط. الوسط. الحسابي بتاعي اللي هو ده. فان مجموع هذه القيم ساوي كام? يبقى انا عندي المجموع بساوي الوسط في العدد. يبقى المجموع القيم بساوي الوسط في العدد. بساوي الوسط بكام? بستة. في عددها ستة في سبعة. بيدي مجموع القيم ليه اتنين واربعين قيم. مجموعهم نجمعهم يدين اتنين واربعين. مكعب حجمه سبعة واشين سنتيمتر مكعب. انا عارف ان الحجم بيساوي طول الضلع في نفسه في نفسه. يبقى ايزا طول الضلع لام بيساوي الجزر التكعيبي للحجم اللي هو سبعة وشرين بيساوي تلات. يعني الحجم ده عبارة عن لام في لام في لام. فايه العدد اللي اترابه تلات مرات بيساوي السبعة وشرين. هو تلاتي بيدي طول حرف المكعب. فان مساحة احد اوجهه كل اوجه المكعب مربعات. وطول حرف المربع اللي هو طول حرف المكعب بتلاتة. يبقى مساحة احد الاوجه بيساوي تلاتة في تلاتة بتسعة. العلاقة ثمانية سين زياد تلاتة اصاد بيساوي اربع عشرين يمثلها بيانيا مستقيم يقطع محور الصادات في النقطة كام? شوف بيقطع مين? بيقطع ايه? محور مين? الصادات هنا. بيقطع هنا. طب لما هو بيقطع هنا يبقى السين كانت بكام? بصفر. يبقى نعوض عن سين هنا بايه? بصفر. يبقى ازا صفر. بتساوي تلاتة او زائد صفر زائد تلاتة الصاد. بتساوي اربع عشر النقسم على التلاتة تصبح صاد. بتساوي اربع عشر على التلاتة. تلاتة في تمانية. يبقى صاد بكام? بتمانية. يبقى هو بيقطع محور الصادات في النقطة. هو بقول في النقطة مش هتقول له تمانية بس بقى. هو بيقطعها عندي التمانية في الصاد. يبقى السين اتفقنا ان السين بكام? بصفر. يبقى بيقطعها في النقطة 0.8 إذا كانت نقطة تقاطع المنحنيين المتجمعين الصاعد والهابط هي 31.50 فإنها مجموعة تكرارات نتابع معي كذا إنما كنا بنعمل المنحنة التكراري النازل والصاعد دي الصاعد وده النازل كانوا بيطلاقهم عند نقطة المنتصف منتصف التكرارات بيتقطعوا هنا بالضبط في النص مش ده كان التكرار ده المنتصف وده المجموعات طيب هما بيطلاقوا فين في المنتصف يبقى هنا إذا كان 25 يبقى كل التكرارات بخمسين لو كانوا بيتقطعوا عند الخمسين ما هون عند المسقط الصادي اللي هو مين هو النقطة دي والنصقة السيني السيني ده اللي هو كام 31 والصادي اللي هو التكرار هو بيقول لك فإن مجموع التكرارات بيكان بقى إذا كانت خمسين إبقى مجموعهم كلهم بيكان بمية فهمنا إزاي؟ لأن نقطة قاطع اللي هي 31 وخمسين اللي هي دي 31 وخمسين هذه النقطة دي ديت هي نقطة منتصف تكرارات على الرأس ونقطة منتصف المجموعات على الأفق نشوف بعد كده أسئلة التالية كرة حجمها 36 باي احسب مساحة سطحها بدلال باي أنا عندي حجم الكرة بيساوي أربعة على تلاتة باي نقطة تكعيب طيب ده بيساوي مين؟ 36 باي هنشيل الباي مع الباي وعلى أربعة فالواحد على الأربعة فالتسعة يبقى إذا النقطة تكعيب على تلاتة بتساوي تسعة اضرب تلاتة في تسعة يبقى نقطة تكعيب بتساوي السبعة وعشرين يعني نق ناخد جزر التكعيب للطرفين حيساوي تلاتة نصف كطر الكرة طيب أنا عندي المساحة المساحة الكرة أو المساحة للكرة هي الكرة ملهاش مساحة جانبية ولا كلية كلها مساحة واحدة كلية كرة ملهاش لها جانبية ولا كلية لأنها بترتكز على نقطة واحدة يبقى مساحة الكرة بيساوي اربعة باي نق تربيع اربعة ايه باي نق تربيع بيساوي نحاوز بقى احسب مساحة سطح الكرة بدلالة باي باربعة واسيب باي زي ما هي والنق تربيع اللي هي تسعة اربعة في تسعة ستة وتلاتين باي هو بول سيبها بدلالة باي سنتيمت مربعة لان دي مساحة بقى اوجد فحه مجموعة حل المتبينة الاتية ومثل مجموعة الحل على خط الاعداد بقى مجموعة الحل هذه الخمسة تلاتة سي اكبر من حداشر طيب يبقى عندنا هنا بقى ايه هنطرح من الطرفين خمسة يعني خمسة نقس خمسة نقس تلاتة سي من اكبر من حداشر نقس خمسة يعني نقس ثلاثة السين اكبر من ستة هنقسم على نقس ثلاثة للطرفين وهم هنقسم على النقس يبقى اتجاه التباين يتغير يبقى نقسم على نقس ثلاثة حتديني هنا السين بالمجم وهنه نقس اتنين ايه نقس ثلاثة على نقس ثلاثة السين اقل من ستة على نقس ثلاثة ده معدف الوحد ده معدفها السالب اتنين مثلها على خط الاعداد هذا خط الاعداد خط الاعداد اه هي اقل من من سالب اتنين اذا سالب اتنين هنا مسلا سالب اتنين ايه المعيش هتبقى مغلوقة تبقى مفتوحة بالشكل ده ناخد كل الاعداد ديت واحنا راحين الى سالب ما لا نهاية تمام كده تشوف سؤال الرابع اذا كانت سين بتساوي جازر سابعة زائد جازر خمسة Bonusicher. اذا كانت سين بتساوي جازر سبعة زائد جازر خمسة وصالب تساوي اثنين على سين فوق في قيمة المقدار سين زائد صاد على سين سي صاد احنا عندنا سين اذا سادل صادل. عن السين بتساوي اثنين على سين بنساوي اثنين على السين بكم جازر السبعة زائد جازر خمسة holding ann ξ Receiver 5 sakit ser 1 انا مش هتسيبها كده اضرب في المرافق جزر خمسة ناقص جزر سبعة سبعة ناقص جزر خمسة على جزر سبعة ناقص جزر خمسة بتساوي تضرب دافيدة هيدي لك السبعة ناقص خمس تضرب دافيدة هيديك اتنين جزر او اتنين خلي اتنين فقوص كده جزر سبعة ناقص جزر خمسة دول مجموع باتنين على اتنين دول كده بيساوي واتنين تبقى دية معادي فعل واحد ببقى جزر سبعة نقص جزر خمسة يبقى المقدار سين زاد صد على سين في صد بتساوي السين بكام جزر سبعة زاد جزر خمسة زاد جزر سبعة نقص جزر خمسة على اضرب جزر خمسة جزر سبعة ده فدى ده مرافق ده حاصل ضربهم اللي هي جزر سبعة زاد جزر خمسة في جزر سبعة نقص جزر خمسة بيساوي نجمع بقى جزر سبعة زاد جزر سبعة اتنين جزر سبعة نقص جزر خمسة وجزر خمسة بصفر على ده فدى دي فرق بين مربعين تديني جزر تربيعي للسبعة تربيع تدي سبعة نقص جذر تربيعي ليه الخمس تربيعي يدي خمسة بيساوي اتنين جذر سبعة على اتنين في النهاية هيديني جذر سبعة بس بعد كده اختصر لأبسط صورة بدون استخدام حاسب التالجب اتنين جذر خمس في جذر خمس نقص نقص زائد جذر عشرين نقص عشر جذر واحد على خمس بتساوي فك كده اتنين جذر خمسة في جذر خمسة اللي هي جذر خمسة وعشرين يعني سالب اتنين في اتنين اربعة جذر خمسة زائد جذر عشرين سالب دي جذر واحد على جذر خمس يعني احنا اخد جذر واحد له بواحد بعشرة على جزر خمس ازاي دي اللي هي جزر واحد على جزر خمس دي اللي هي بواحد على جزر خمس نضرب في عشرة يبقى بعشر على جزر خمس ده بيساوي اتنين جزر خمسة في جزر خمسة بجزر خمسة وعشرين جزرهم بخمس يبقى اتنين في خمسة. نقص اربعة جزر خمسة. العشرين اربعة في خمسة. اربعة في ايه? في خمسة. الخمسة تفضل جوة والاربعة تطلع بكام? باتنين لان هي اتنين تربيع. اتنين تدخل جوة جزة باربعة. في الخمسة ده تتدي عشرين. سالب عشرة. على حضرة في جزر خمسة بص نقوم. هتديني جزر خمسة هنا. وهنا هتديني خمسة. جزر خمسة في جزر خمسة بخمسة. وانا ضربت هنا في جزر خمسة وهنا في جزر خمسة. تدع عشرة جزر خمسة. على جزر خمسة تربيع بتدي خمسة بس. بتساوي. اتنين في خمسة عشرة. نقص اربعة جزر خمسة. زائد اتنين جزر خمسة. نقص عشرة خمسة فالتنين جزر خمسة بتساوي ده وده مجموع بصفر باقي دول عشرة ناقص اربعة جزر خمسة كده نشوف بقى السؤال الاخير اللي هو الرابع الخامس اوجد قيمة صاد بحيث يكون المستقيم المر بين نقطتين بين نقطتين تلاتة واربعة واثنين وخاصات موازن محور السنة ده ما يكون موازن محور السنة يبقى الميل احنا عارفنا الميل وانواع الخطوط المستقيمة وميولها لما يكون موازن محور السنة تبقى صاد نقص اربعة على اتنين نقص ثلاثة بتساوي ده تدرب ده فيه ده بصفر وده فيه ده بواحد يبقى اذا الصفر ده بيساوي صاد نقص اربعة يعني الصاد هتساوي كام اربعة هو بس عاوز قيمة صاد يبقى صاد ده بتساوي كام اربعة بعد كده بيقول الجدول التالي يبين توزيع تكرار الاجور اسبوعية لعدد مية عامل باحد المصانع اوجد دي اوجد عدد اوجد قيمة كلا من سين ومية طيب نشوف السين كده سبعين تمانين تسعين مية سين مية عشر يبقى السين دي بكى مية وعشرة بقى السين بتساوي مية وعشرة طيب بعد كده دول مجموعهم بمية يبقى جمع دول كلهم والنقص منهم يبقى هو مية نجام عندك عشرة زائد تلاتاشر زائد نقص عشرة زائد تلاتاشر نقص اربعة زائد عشرين زائد ستاشر زائد اربعتاشر زائد حداشر بيساوي تمانين تمانين خلاص الثمانين دي نشيلها من المية يبقى نقول اذا ميم بتساوي تمام مية ناقص تمانين بتساوي عشرين يبقى ميم بكى بعشرين يبقى التقرار اللي هنا كان ستاشر تقرار اللي هنا هو ستاشر يبقى نجدت له سين وميم طب عاوزي اجر المنوالي بالجنيه باستخدام مدرجة تكراري هترسم بقى المدرجة تكراري باللي احنا عارفينه في اولى اعداده اخدناه اكثر من مرة اخدنا هذا المدرجة تكراري بتعمل خط كده بتعمل خط تاني كده هنا بتقول المجموعات المجموعات بتكمله بتيجي هنا بقى نقول لك فكرة نتكمله بتيجي على اعلى مدرج وليكن اعلى مدرج كده وتشوف المدرج اللي جنبه برضه وليكن مدرج التاني جنبه بالشكل ده وتوصل بقى دي كده ودي كده ويبقى الاجر المنوالي بتاعنا اهو الاجر المنوالي نقطة قطع ده بتاخدها تنزل بها على هنا بدا كده الاجر المنوالي ده هوت كده الاجر المنوالي اللي هو عاوز الاجر المنوالي بجنيه باستخدام دورها هتقرأها وبهو ده الاجر المنوالي ان شاء الله تكملها وارجو منكم الدعم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته